اشتركوا في القناة مثير للاهتمام او ممتع مرح بورين يعني ممل ديفيكولت يعني صعب تشالينجين يعني متحدي ايزي يعني سهل ما هي مادتك المفضلة يا كارل التاريخ انه ممتع هل تحب التاريخ؟ لا لا احب هناك الكثير من الاسماء والتواريخ الآن ركزوا على المواد طبعا هذه سبجكت يعني المواد وأول شيء يبدأ بإنجليش يعني لغة انجليزية ساينس يعني علوم كمبيوتر ساينس كمبيوتر ساينس يعني علوم الكمبيوتر هستوري هستوري يعني تاريخ هلث هلث يعني صحة فيزيكول ايديكيشن فيزيكول ايديكيشن يعني التربية البدنية وطبعا يمكن اختصار التربية البدنية الى بي اي فحينما نقول بي اي هي عبارة عن اختصار الى فيزيكول ايديكيشن يعني اخذوا منها الحرف الاولاني من كل كلمة فصارت بي اي يعني اختصار الى فيزيكول ايديكيشن التربية البدنية جيوغرافي جيوغرافي يعني جغرافيا ماث ماث يعني رياضيات ارت ارت يعني فنون من هم اصدقاؤك في المدرسة؟ حسنا هناك بن كيف يبدو بن؟ هو طويل ورياضي اثلتك يعني رياضي انتظر اليك صورة من اصدقائي في المدرسة بن هو الولد الطويل يعني الشعر الاشقر والعينان الزرقاوان يعني جدا نشيط هو في فريق كرة السلة في المدرسة الولد النحيف ثن بوي ثن بوي الولد النحيف مع الشعر الاسود السعيد هو يلعب الولد the boy with short brown hair مع الشعر البني القصير is Matt اسمه Matt he plays football هو يلعب كرة القدم هو مرح كثيرا الولد بالنظارات هو لي هو من الطلاب التبادليين هو لطيف وذكي nice يعني لطيف and very smart ذكي جدا الان وصلوا الكلمات ببعضها البعض active what's the meaning of active? active means athletic athletic نشيط active يعني نشيط athletic رياضي فاللي ناسب كلمة رياضي هو ماذا؟ هو active too interesting مثير للاهتمام أو ممتع not boring ليس مملا three smart ذكي d intelligent كلمة أخرى لمعنى الذكاء وهو intelligent four hard كلمة مقابلها بمعنى difficult hard أجب yes or no car's favorite subject is history مادة car المفضلة هي history التاريخ yes two been plays on the volleyball team no three three يعني been been plays on the volleyball team been منضمن إلى فريقي volleyball كرة الطائرة طبعاً no three سعيد runs the computer club يعني منضمن إلى نادي الكمبيوتر no four matt has curly blonde hair matt لديه شعر مجعد وأشقر no five lee wears glasses يرتدي لي نظارات yes الآن تمرنوا مع أصدقائكم أو مع أنفسكم بهذه المحادثات do you like math هل تحب الرياضيات yes yes i do it's great نعم أحب ذلك إنها عظيمة i think it's difficult أنا أظن أنها صعبة محادثة ثانية does matt have blonde hair هل لدى matt شعر أشقر no he doesn't لا ليس كذلك does he play football هل يلعب كرة القدم yes he does نعم هو كذلك أوكي الآن سوف نتعلم كيف ننفي هذه الجمل المثبتة هنا على اليسار جمل affirmative مثبتة وهنا جمل negative يعني منفية فأقول i speak english how to make it a negative i don't speak english you speak english you don't speak english he speaks english he doesn't speak english she speaks english she doesn't speak english we speak english we don't speak english they speak english they speak english they don't speak english الآن نأتي كيف نكون السؤال وكيف نجيب إجابات مختصرة فإذا كان مع هذه الضمائر you we they do you speak english do we speak english do they speak english yes i do yes we do yes they do فيكون هكذا do you speak english yes i do do we speak english yes we do do they speak english yes they do طيب ممكن تنفي هذا الإجابة النفي do you speak english no i don't do we speak english no we don't do they speak english no they don't ومع ضوائر المفردة الغائبة نقول هكذا does he speak english yes he does لأن السؤال بdoes لازم يكون الإجابة بdoes لما تنفي no he doesn't does she speak english yes she does أو no she doesn't لاحظوا هذه الملاحظة المهمة some verbs that end in y change to ies study studies هذه قاعدة إملائية في نهاية الفعل فماذا نصنع لنضيف إليه الاس نحذف y ثم نعوض عنها i ثم نضيف es فتكون هكذا study studies is verbs verbs that end in ch or s-h هينما ينتهي بعض الأفعال بch أو بعض الأفعال تنتهي بs-h ماذا نصنع لكي نضيف الاس فنضيف لها e قبل ذلك فنقول مثلا teach teaches brush brushes نأتي إلى الصفات in english adjective go before nouns or after the verb be الصفة في اللغة الإنجليزية تختلف عن الصفة في اللغة العربية فتقول رجل طويل فالموصوف رجل طويل هي صفة هنا الموصوف يسبق الصفة في الإنجليز بالعكس تماما فإن الصفة تسبق الموصوف فأنا أريد أقول رجل طويل tall man مثال uncle peter has long beard لديه لحية طويلة لاحظوا طويلة أول شيء ابتدت long ابتدت ثم beard اللحية في اللغة العربية لحية طويلة هنا لا long beard history is interesting هل أقول أن هنا لاحظوا أن الصفة جاءت بعد verb be when verb be هذا is هذا verb be فأقول history is interesting history is boring history is fun وهكذا الصفات المتنوعة تطبيق على هذه القاعدة answer the questions أجب على الأسئلة about أحمد's schedule حول جدول أحمد number one does أحمد take Spanish هل يأخذ أحمد اللغة الأسمانية no he doesn't he takes French لا لم يأخذ اللغة الأسمانية إنما أخذ اللغة الفرنسية فرنسية two does he have French on Saturday هل لديه لغة فرنسية يوم الأحد yes he does معام لديه three number three does Mr. Dobbs teach history هل يدرس السيد Dobbs التاريخ no he doesn't he teaches math ويدرس الرياضيات number four do Mr. فتحي and Mr. الجهوي teach science هل أن السيد فتحي والسيد الجهوي يدرسان العلوم yes they do نعم هما كذلك number five five what subject does أحمد have last on Tuesday ما الذي لدى أحمد من مواد في آخر يوم الثلاثاء he has science last on Tuesday لديه العلوم في يوم لتوزدي وهو الثلاثاء number six what subject does he have ما هي المواد التي لديه three times a week ثلاث مرات أسبوعيا he has French three times a week لديه اللغة الفرنسية ثلاث مرات في الأسبوع number seven what subject does he have every day ما هي المواد التي لديه كل يوم he has English math and science every day لديه اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم كل يوم eight what does Mr. الحلوي teach ما الذي يدرس السيد الحلوي he teaches history ويدرس التاريخ look at the picture انظر إلى الصورة أحمد is writing about his schedule أحمد يكتب عن جدوله and his teachers complete his description ويكتب عن مدرسينه أيضا أكمل هذا الوصف الذي قام به أحمد I have classes لديه فصول from Sunday to Thursday من يوم الأحد إلى يوم الخميس and I have six teachers لديه ستة معلمين Mr. Smith teaches English he has short black hair سيد سميث يعلم اللغة الإنجليزية ولديه شعر أسود قصير and blue eyes وعينان إزرقامان he gives a lot of homework يعطينا الكثير من الواجبات المنزلية Mr. الحلوي is the history teacher هو السيد الحلوي هو عبارة عن مدرس التاريخ he is tall هو طويل and he has brown hair لديه شعر بني Mr. Dobbs teaches math والسيد Dobbs يدرس الرياضيات he always wears دائما يلبس جاكت يلبس وربطة عنق and he is a very good teacher وهو مدرس جيد جدا Mr. الفتحي and Mr. الجاهوي السيدان فتحي والجاهوي teach science يدرسان العلوم Mr. فتحي has short black hair لديه شعر أسود قصير Mr. الجاهوي السيد الجاهوي is short قصير القامة and he has short brown hair ولديه شعر بني قصير They are very strict too strict they are very strict they are very strict Are they very strict and Mr. Morris والسيد موريس is our teacher هو مدرسنا he has لديه short brown hair لديه شعر بني قصير and blue eyes وعينان زرقاوان and he is a lot of fun ولديه الكثير من المرح he has a lot of fun we speak french نحن نتحدث اللغة الفرنسية in class في الفصل and i send emails to my friends in canada in french وارسل ايميلات الى اصدقائي في كندا باللغة الفرنسية i'm ted i have short brown hair and brown eyes i think i'm tall oh i always carry my laptop with me on my trips i like to play games i'm about the same age as you you can't miss me i'm seth i have blonde hair and blue eyes and you know i wear glasses i'm not very tall but i'm not short i'm medium height i'm 15 years old but i look about 18 i think i always carry a digital camera with me on trips i take a lot of photos you'll recognize me easily ted has black hair the answer is no ted has long hair the answer is no ted is tall the answer is yes for ted is carrying a laptop the answer is yes let's come to seth seth has brown hair the answer is no seth wears glasses the answer is yes three seth is short the answer is no four seth always carries a camera the answer is yes الان نستمع الى نهاية الكلمات the e is endings to the words then practice حاولوا ان تتمرنوا على قراءة هذه الكلمات حتى تأتي بشكل صحيح mr robinson teaches geography teaches geography carrie watches tv every night watches tv every night the description matches the photo the description matches the photo fred uses the library all the time fred uses the library all the time نأتي الى موضوع الرايتنج complete the chart اكمل الجدول with notes بملاحظات about your physical appearance character ايضا شخصيتك هل انت اجتماعي ام خجول ام غير ذلك and interests واهتماماتك او هواياتك describe yourself اه صف نفسك to a partner الى زميلك هذا الجدول ليعينك على وصف نفسك اولا نأتي eyes ما هو اللون eyes العيون hair ما هو لون hair هل هو طويل هل هو قصير وهكذا فممكن نقول هكذا eyes brown eyes هذه الطالب مجرد هذه التي امامكم مجرد امثلة وبإمكان الشخص ان يصنع ما شاء ان يضع الالوان والصفات التي يشاء ان يضعها لنفسه brown eyes black hair يعني شعره لونه اسود height الطول و build build يعني البنية tall يعني انا اقول عن نفسي I am tall and thin مثلا اقول عن نفسي نحيف او اقول عن نفسي medium او اقول عن نفسي fat سمين وهكذا character شخصيتك outgoing person يعني شخص اجتماعي لو كنت شخص مثلا غير اجتماعي فيكون تضع shy يعني your personality is shy not outgoing outgoing يعني شخص اجتماعي اللي يقابله shy shy شخص خجول انطوائي interests اهتماماتك او هواياتك sports computers and reading الرياضات والكمبيوترات والقراءة نأتي الى تمرين B match the questions with the answers صل الاسئلة بالاجابات there are two answers for each question يعني هناك اجابتان لكل سؤال write the letters اكتب الحروف on the lines في هذه الخطوط below the question اسفل الاسئلة وهذه هي الاجابات لاحظوا what does he look like d he wears glasses e he's tall and thin question 2 what is he like a he's a lot of fun f he's friendly with everyone question 3 what does he like b he's interested in technology c his favorite subject is math writing corner ساوية الكتابة every sentence كل جملة has a subject لديها فاعل الفاعل يسمى subject and a verb يعني فعل يعني فعل وفاعل two when a sentence has one subject عندما يكون للجملة فاعل واحد one subject and two verbs فعلان وفاعل واحد connected with and المربوطين بكلمة and التي تعني في اللول العربية و it is not necessary ليس ضروريا to repeat the subject أن نكرر الفاعل مثال على هذا الكلام فهد is athletic athletic يعني رياضي فهد is athletic and plays football لاحظوا فهد رياضي ويلعب كرة القدم he is tall يعني ما يحتاج أقول he is tall ثم أقول he has brown eyes خلاص and تقوم مقام تكرار الفعل ولا يحتاج إلى أن نكرر الفعل فنقول فهد is athletic ما يحتاج أقول and فهد is play plays football ما يحتاج أن أقول is مرة ثانية خلاص كفي في البداية أقول فهد is athletic and plays football he is tall and has brown eyes exercise c read the text about علي اقرأ هذا النص عن علي what does he look like what does he look like what is he like what does he like هذه الأسئلة الثلاثة تجدونها مجاب عليها في هذا النص my cousin لأن كلمة my cousin يعني تنطبق هذه الكلمة على الخال وعلى العم my cousin علي عمي علي أو خالي علي is a college student طالب كلية is a college student he has brown eyes لديه عيناني بنيتان and curly black hair و لديه شعر أسود مجعد curly black hair he is quite tall و جدا طويل quite tall يعني جدا طويل and has a medium build و لديه بني متوسطة medium build he also has a very nice smile هو أيضا لديه ابتسامة جميلة أو لطيفة nice smile علي is a lot of fun and likes to make his friends love علي مرح جدا ويحب أن يجعل أصدقاءه يضحكون people like him الناس يحبونه because he is cheerful يشجع and friendly وودود علي is interested علي مهتم in languages باللغات so he studies English and French ولهذا هو يدرس اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية he wants to be a writer he wants to be a writer he wants to be a writer يريد أن يكون كاتبا he is also an active student هو أيضا طالب النشيط and runs the young writers club young writers club يعني نادي الكتاب الشباب at his college في كليته الآن choose a person اختر شخصا you know well تعرفه جيدا a friend مثال صديق من أصدقائك a classmate زميل في الفصل or a family member أو عضو من أعضاء العائلة make a chart اعمل جدول زي هذا الجدول اللي مر علينا من شوي like the one in exercise A لفوق في exercise A and complete it اكمله with information about the person وأكمله بمعلومات عن هذا الشخص then write a description ثم أكتب وصفا عن هذا الشخص 11 from meaning and function intense fires المؤكدات يمكن أن يقابلها في اللغة العربية كلمات التوكيد we use adverbs نستخدم الظروف like very very طبعا هذه very لا تأتي لوحدها إنما تأتي بعدها جملة وهي عبارة عن تؤكد الشدة أو تؤكد الضعف فكلمة very بمعنى جدا أو quite بمعنى أيضا جدا really حقا pretty جدا أيضا and extremely to make adjectives stronger ماذا تصنع عندما تدخل على الصفة تجعلها أقوى في المعنى these adverbs are normally placed before the adjective عادة هذه الكلمات تكون قبل الصفة مثلا أقول اللي is very tall لاحظوا أول شي جاء very بمعنى جدا طويل very tall اللي is an extremely active student extremely أيضا جدا يعني يعني هو ليس active عادي إنما نشيط extremely جدا بمعنى جدا بمعنى جدا مادة العلوم حقا مادة مثيرة أو ممتعة فيصل is quite short quite short وليس قصير وإنما جدا قصير كوايت فيصل is quite an intelligent student فيصل هو طالب ذكي جدا intelligent ذكي نوت ملاحظة when there is a singular noun عندما يكون هناك اسم مفرد مثل quiet goes before the article كلمة quiet quiet تأتي قبل الأداء adjectives with ed adjectives that end in ed describe how a person feels or reacts الصفات منتهية ب ed قد يظن هالبعض أنها أفعال ماضية ولكنها ليست أفعال ماضية وإنما صفات adjectives ولكنها صفات منتهية ب ed هذه الصفات المنتهية ب ed describe تصف how a person feels تصف كيف يشعر الشخص or reacts أو تكون ردات فعله adjectives that end in ing يعني لما تكون عندي صفة منتهية ب ing describe تصف what causes ما الذي سبب a feeling هذا الشعور or reaction or ردة الفعل لاحظوا excited فيها ed بمعنى متحمس bored فيها ed بمعنى ضجر tired فيها ed أيضا بمعنى متعب interested in مهتم ب annoyed منزعج worried قلق frightened بمعنى مرتعب confused بمعنى متحير أو مرتبك جسكت دعوش